تانوية الحلقة دي عبارة عن جزئين وده الجزء الثاني الجزء الاول كانت اختياراتي اما باقي الاسئلة هتلاقيه هنا في الجزء ده رابط الجزء الاول في الوصف بسم الله الرحمن الرحيمة شباب طبعا انتفقنا ان احنا في الجزء الاول قرينا القطعة وترجمناها وبنان عليه احنا النهاردة دلوقتي في الجزء الثاني بين حل اسئلة القطعة فلو حضرتك اول مرة تشوف الحلقة وما شوفش الجزء الاول هتتفضل في صندوق الوصفة هتلاقي الرابط اول حاجة بيبقى الرابط من فوق خالص رابط الجزء الاول هتفتحه تفرج على الجزء الاول وتشوف القطعة احنا قرناها وترجمناها وبعدين هنبدأ نحل مع بعض السؤال اول بيقول the best title to this passage افضل عنوان لهذه القطعة is انا من وجهة نظري افضل عنوان هو the importance of clean water اهمية المياه النظيف the opposite of the underlined word عكس الكلمة اللي تحتها خط اللي هي prosperous اللي هي النامي او المتقدم او المزدهر عكسها ايه عكسها unsuccessful حاجة غير ناجح عكس مزدهر غير ناجح number 26 the underlined word الكلمة اللي تحتها خط they refers to وفي قطعة في كلمة زي لو كنت قريت القطعة معايا فطبعا كلمة زي هنا مقصود بها ايه مقصود بها اه السكان واصناع industrial and population industry and the population او populations and industries number 29 untreated waste النفايات الغير معالجة is a source of هي مصدر ليه اكيد هي مصدر للتلوث pollution number c number 30 to develop a society علشان نطور المجتمع there must be strong not لازم يكون فيه ايه قوي جدا in infrastructure في البنية التحتية لازم يكون فيه investment it's smart the problem of unsafe and unclean and unclean water is mainly found in مشكلة المياه الغير امنة والغير نظيفة دايما موجودة بشكل رئيسي واساسي فيه الدول النامية developing countries واللازم نفرق يا شباب ما بين developed countries and developing developed يعني المتطورة developing النامية يعني انت لو بسيت على number d and c هتلاقيه مشابه بعد شوية بس developed تطورت خلاص لكن developing النامية سؤال بعد what happens when people don't have clean drinking water ايه اللي ممكن يحصل لو الناس ما عندهاش مية ما بيكونش عندها مية نظيفة مكتوب القطعة ان many people become sick ناس كتير بتمرد some lives are shortened and some die وبعضهم بيموت السؤال الثاني how many people die of diarha everyday كم عدد الاشخاص اللي بيموتوا من مرض الاسهال كل سنة about two million of people حوالي اتنين مليون شخص طبعا الاجابات هتكون قدامك على الشاشة بعد ما خلص الاربع اسئلة according to the passage وطبقا الكلام اللي تقال في القطعة what does the development of a society depend on تطور المكتمع معتمد على ايه مكتوب في القطعة it depends on sustainable and sufficient supplies of high quality water معتمد على امدادات المياه الجيدة الكافية والمستدامة number four number four اللي هو thirty five يعني منها carry the buy or through water بينقل عبر او من خلال الماء او بواسطة الماء ده معناه في القطعة موجود كلمة اللي هي water burn ثانية واحدة والاجابات تكون قدامك دي اول ثلاث اسئلة ومعاني الكلمات بعدين الشباب عندنا الديالوج المحادسة هي محادسة جدا a and b are talking about where to go this evening هما ريتني بتكلموا عن يروحوا فين النهاردة هذا المساء فاي بيقوله where do you intend to go this evening يناوي تروح فين هذا المساء قال له i don't know معرفش perhaps ربما i will go to the club ربما روح النادي this evening رد عليه قال له what about going to the cinema instead وماذا عن الذهاب للسينما بدلا من هذا ايه رايك نروح السينما فبي رد عليه راح ايه قال له well حسنا what do you suggest طب اما لتقترح علينا ايه يبقى اكيد معجبوش الكلام فقال له طب خلاص اقترح علينا انت طالما مش عاجبك السينما رد عليه فقال له wonderful رائع حلو الاقتراح ده i like watching the clowns بحب اشوف المهرجين and the animal show وعرض الحيوانات المهرجين وعرض الحيوانات بموجودين في السيرك سأله كمان سؤال قال له just once مرة واحدة بس it was four years ago دي كانت من اربع سنين قال له i expect i will have a good time there ان احنا نقضي وقت الزريف هناك رد عليه في number four طيب يبقى في اول واحدة هنا ما عاجبوش الاقتراح لما قال له السينما قال له لا انا مش عايز اروح السينما او انا مش حابب ممكن اقول له i don't feel like that او i don't feel like this مش حابب i don't feel like that او i don't feel like this طيب لما قال له what do you suggest تقترح ايه اقترح هو عليه بقى السيركس السيرك فممكن الاقتراح يبقى اكتر من طريقة ممكن نقول له let's go to the circus او how about going to the circus او what about going to the circus كل دي جابات صحيحة هنكتب let's go to the circus number three بيسأله كم مرة ذهبت لانه في الاجابة بيقول له just once مرة واحدة يبقى كم مرة رحت السيركس فيقول له how often did you go to the circus how often كم مرة ده اداة الاستفاهم الفعل المساعد هنا هيبقى did عشان نتكلم في الماضي من اربع سنين وبعدين الفعل you انت go to the circus في الاخر بيقول له اعتقل ان احنا نقضي وقت ضريف ممكن نرد نقول me too وانا ايضا الاجابات i don't feel like this او that let's go to the circus how often did you go to the circus واخر واحدة me too وانا ايضا وصلنا للقصة شباب اول جملة بتقول Rasindl and his men Rasindl رجلتوا couldn't wait لم يستطعوا ان ينتظروا longer فترة اطول to try to save the king because ليه مش قدريني استطلنوا ليه لانقاذ الملك الوقت بيضاهمهم ليه لانه ببساطة شهادة جدا number a the king was ill and might die الملك مريض وربما يموت number a the king was ill and might die السؤال الثاني بيقول who did the people of strisaw think had killed the dog مين اللي الناس في strisaw بيعتقد ان هو اللي اتل الدوك في هذه الحرب بينهم الناس هناك بتعتقد ان الملك the king هو اللي اتل الدوك السؤال الثالث number 40 بيقول why is antoine duma ba a prisoner in the dog's mansion ليه انتوانيد دوما باء ساجينة عند الدوك لان الدوك مش قادر يثق فيها بعد ما اكتشف ان هي بتراصل او بتبعت جوابات وبتساعد راسندل وبالتالي هي اختار number c because the dog can't trust here number 41 41 بتقول how did sat know ازاي عرف sat that the king was at the castle of zinda ان الملك موجود في القرعة يعني اقرب اجابة هنا ان دايما لما كانوا بيشوفوا الدرو بريج دايما لاعلى always up فهو هذه الاجابة number b the draw bridge to the castle was always up if you were the king what do you stay at the dog's hunting lodge كنت هتستنى في الhunting lodge before the cronation لما دعاك الدوك مايكل لو انت يعني الملك لما دعاك الدوك مايكل قبل الحافلة هتفضل في الhunting lodge وما تروحش اتجاهز لحفلتك بالنسباني انا لا يعني لو انا اللي مكانه لا هروح اجاهز لحفلة بتاعتين نفسي if i were the king i would go to the capital to prepare for the cronation myself عشان اعده اجاهز للحفلة بتاعتي بنفسي طيب السؤال التاني بيقول انا هوريكم طبعا لاجابات حال للوقتي مكتوبة السؤال التاني بيقول if you were rassendel لو انت بقى rassendel what would you do with max instead لما راسندل لقي ماكس هولف في المركب في المية وقتله لو انت راسندل كان ممكن تعمل ايه بدلا من كده يعني ايه تصرفك لو انت لقيت ماكس هولف طيب لو انا if i were rassendel i would do what rassendel had done كنت هعمل العمل راسندل طب ليه كده ليه هتقتل because it was only option لان ده كان الoption الوحيد if i didn't kill him لو ما كنتش انا قتلته he would kill me كان هو هيقتلني يعني انا هو دي حرب يعني ايه هموتني هو ولانه هو هو الجانب الشرير في الموضوع فيبقى هو اللي يستحق سؤال الثالث who came to princess flavia's palace من اللي جه القصر princess flavia when the king is there لما كان الملك هناك كان راسند الموجود هناك طبعا اللي هو بالنسبة للناس هو الملك وفجأة قالوا لهم ان فيه حد وصل على الباب اكيد طبعا كلكم فاكرين ده كان دوك مايكل number 3 كان دوك مايكل ثانية واحدة وهواريكم الإجابات ده السؤال الاول ويدا التاني ويدا التاني دوك مايكل هو التالي ترانزليشن بتبدأ ترانزليشن بتقول unemployment is a serious problem that the public and private organization must solve unemployment للبطالة فممكن نبدأ كلامنا بنقول تعتبر البطالة is هنا اللي هي تكون تعتبر a serious problem مشكلة خطيرة that هنا معناها التي او الذي نتكلم عن البطالة فهنقول التي the public and private organization must solve نبدأ بمصد الاول والتي يجب على public طبعا and private اللي هي عامة وخاصة organization منظمات والتي يجب على المنظمات العامة والخاصة solve انها تحلها هيبدا تعتبر بطالة مشكلة خطيرة والتي يجب على المنظمات العامة والخاصة حلها طيب الترجمة التانية بتقول ايه لم تعد الأجهزة الحديثة طرفا بل هي ضرورة ملحة لكل بيت الان طيب نبدأ الاول بmodern technology اللي هي التكنولوجيا الحديثة اللي هي مقصد بها الأجهزة الحديثة isn't luxury luxury اللي هي الطرف او دلع يعني طيب ولكن بل هنا ولكن إنها تكون او هي ضرورة ملحة لكل بيت it's an important must او it's a necessity necessity يعني ضرورة ممكن نقول important must وممكن نقول necessity to all homes لكل البيوت الان اللي هي nowadays في هذه الأيام يبقى ممكن نقول modern technology isn't luxury but it's an important must او ممكن نقول it's necessity to all homes nowadays ثانية وهتكون الإجابات قدامكم وكده الحمد لله نكون انهينا the booklet number 12 زي ما قلت لك الباكلتس دي مهمة جدا كل ما هتحل أكتر كل ما الموضوع هيفرق معاك أكتر بإذن الله شايد حيلكم يا شباب ربنا وفقكم انت من معقولة لحد الوقتي بتتفرج علي أو لسه مشتركتش القناة اشترك بالقناة لو حضرتك أول مرة بتشرفني شباب متنسوش تدعمونا بلايك لان اللايك بيفرق جدا في زهور الفيديو الأكبر عدد من أصحابكم ومتنسوش كمان شايرول كل أصحابكم على كل وسائل التواصل الاجتماعي دايما بقولكم بحبكم جدا واشوفكم دايما على خير كل سنوات طيبين شوفكم الحلقة الجاية إلى البقاء STEPHANOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP